نقش مشاهدين هذه المعطيات مع ضيفة عصير المضاعين مديرة بعثة المفاوضية لشؤون اللاجئين في ليبيا تنظم إلينا من تونس أهلا وسهلا بك رصدنا الآن مجموعة من المعطيات والأرقام كيف يمكن لك أن توضح لنا حجم الحاجة اليوم في مناطق الشرق الليبي بعد إعصار دانيل شكرا لك طبعا الاحتياجات احتياجات كبيرة كما ذكرتي وذكر في تقريركم هناك حالات نزوح بما يزيد عن 30 ألف شخص من درنا هناك احتياجات صحية كبيرة على أثر هذه الكارثة الإنسانية هناك احتياجات للمأوى والمواد الإغاثية الأساسية تعمل جميع الفرق سواء فرق البحث والإنقاذ أو فرق الأمم المتحدة بشكل مستمر لمحاولة عدم تفشي الأمراض في هذه المرحلة ولكن الاحتياجات ستكون كبيرة وبالتأكيد حجم الكارثة كان أكبر بكثير من توقعاتهم طيب قدرتم عدد النازحين بالآلاف هل لك أن تعطي لنا عدد العائلات التي استفادت حتى الآن من المساعدات طبعا منذ اليوم الأول الذي استطعنا الوصول إلى درنا والمناطق المجاورة قام الفريق مباشرة سواء فريق الأمم المتحدة أو الشركاء المحليين الذين كانوا موجودين على الأرض سواء الهلال الأحمر الليبي أو هيئة الإغاثة الليبية وغيرها في المرحلة الأولى من الاستجابة وهي الاستجابة السريعة نحن كمفوضية ساملة شؤون اللاجئين قمنا بتوزيع المواد الإغاثية السريعة لأكثر من ألف ومتين شخص في درنا وحدها واستمرينا في التوزيع إلى مناطق أخرى مثل تكنس واليوم نحن نتوقع توزيع ما لأكثر من ألف من أكثر أكثر من عشر آلاف شخص في درنا للمواد إغاثية أساسية ولكننا بالإضافة إلى النزوح داخل درنا نحاول قدر الإمكان أيضا العمل مع العائلات التي خرجت خرجت بندرنا إلى مناطق مجاورة وتلبية الاحتياجات الأساسية المنظمات الأخرى مثل منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية أيضا يقوم بالتركيز على المواد الصحية والأدوية التي تحتاجها بشكل أساسي درنا في هذا الوقت الصعب أيضا كمخوضية سامي بشؤون اللاجئين قمنا اليوم بإيصال مواد طبية معدات طبية ومولدات كهربائية وأدوية إلى المركز الصحي في بنغازي لأجل توزيعها إلى المناطق المتضررة سواء درنا أو المناطق المجاورة لها طيب ذكرتم في تقرير مفاوضية اللاجئين بأنه بالفعل كان هناك عدد من النزحين داخليا قبل وقوع هذا الإعصار هل يشكل ذلك تحديا لكم من خلال ربما فرق عملكم على الأرض في توزيع المساعدات على أكبر عدد ممكن من العائلة المنكوبة جراء الإعصار طبعا نحن نعلم أن ليبيا كان هناك حالة نزوح سابقة نتيجة الأوضاع التي كانت سائدة في السابق ونتيجة الاستفاف الموجودة هناك نزوح وكنا نطمح كفريق الأمم المتحدة أن نقوم بإنهاء حالة النزوح في آخر هذا العام ولكن لسوء الحظ كان هناك حركة نزوح جديدة بالتأكيد سيكون هناك تحدي لأن هناك طبعا نازحين سابقين والآن حركة نزوح جديدة بنفس الوقت يعطينا الأليات كانت موجودة في السابق فهذا قد يسهل أيضا عملية تقديم المساعدة لأن هناك شركاء كانوا موجودين على الأرض لتقديم المساعدات من قبل طيب ذكرتم بأنكم تطالبون في هذه المرحلة بتوسيع النطاق العمليات ما المقصود بتوسيع النطاق العمليات هل الحصول على مبالغ مالية من الدول المانحة من المجتمع الدولي أم أنكم تطالبون بفرق إنقاذ وإغاثة على نحو أكبر موجودة على الأرض المطلوب هو الآن الاستجابة التي ستكون باعتقادي بسنوات قادمة وهذا يعني أننا نحتاج في هذه المرحلة إلى القدرات والأطقمة التي تقوم بوضع البرامج هذا من ناحية من ناحية أخرى بالتأكيد نحتاج إلى الدعم المالي للاستجابة لأننا إلى الآن نقوم فقط بالاستجابة الأولية ولكن سيكون هناك قطاعات كبيرة نحتاج أن ندعمها مثل قطاع المأوى قطاع التعليم قطاع الحماية نعرف أن مثل هذه الأزمات تقلق حالات من ضرورة الاستجابة إلى الصحة النفسية في مثل هذه الظروف فبالتأكيد نحتاج إلى دعم مادي نحتاج إلى تسهيل في الوصول إلى المناطق وإلى الأشخاص المتضررين من